في تسريبات مش تسريبات يعني انا ابن كده اتكلمت على عروض بتيجي الافشة انفرضنا بها من فنسكوتلند قبل كده وكمان حسين الشاحات وبرامتز والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده الكلام ده وصل طبعا لكابتن سيد عبدالحفيز والكابتن سيد عبدالحفيز مش عاجبه كده واتكلم معاهم وقال لهم انه شغل الوكلة ده في المرحلة دي مش هينفع حتى لو ما جددتش التعاقد بتاعك مع النادي الاهلي حتى الان لكن الطريقة دي او طريقة الضغط دي اللي بيستخدمها بعض الوكلة مش هتنفع وقبل كده انا قلت ان الوكلة الان يتحكمون في سوق الانتقالات المصرية يروح يقعد معا ده وانا هارده هانا ماكون بيرامتز واقول له حسين الشاحات هيجيلك ببلاش في نهاية السنة تعمل ايه فتقوله هتقول لي اوكي طبعا يعني اي نادي هتروح تقول له حسين الشاحات هيجيلك ببلاش في نهاية الموسم هيقول لك اوكي فتروح تصرب الخبر انك قعدت مع البرامتز ان البرامتز عايز حسين الشاحات فبتعمل ضغط على الالي فمش عاجب خلص كلام هذا كلام الكابتين سيد عبد الحافيز وهلهم لازم التجديد مش بتضغط عروض عندها اخرى التجديد بيتم بان انت تحافظ على ادائك ومستواك وتحسن من نفسك ويبقى ليك دور مع الفريق النهاردة شوفنا قيمة الاهلي ما فياش حسام حسن يعني تشكيلة الاهلي النهاردة ما فياش حسام حسن انا قدامي اهو حسام حسن مش موجود ولا حتى موجود على الدكة كان موجود محمد شريف كان موجود شاد حسين النهاردة برسيته وبدأ مهاجم نزل حتى شاد حسين برضه قبل نهاية المقرب ربع ساعة بدل احمد عبدالقادر مش موجود حسام حسن والسبب انه مجغول جدا يمشي يروح سموحة ولا يقعد في الاهلي من وقت ما اجاله تليفون من منص فرج عامر والاهلي على فكرة داله ضو اخضر يعني عايز تمشي تروح سوالاهلي هيجيب مهاجم اجنابي في يناير فمش فارق مع الاهلي عايز تمشي تروح سموحة اوكيه ما فيش مشكلة فهو قاعد يفكر في القصة دي حس المدير الفن انه زهنه مجغول استبعده من القايمة بتاعة النهار ده كمان حصل قعدة بين كولر ومصطفى ساعد ميسي الجناح الجه الساني دي مع شاد حسين من سيراميكا قال له انت مشروع لاعب للاهلي جناح مهم بس اخد بالك فيه تفاصيل لازم تهتمي بها جدا اولا انك لقطق البدنية لازم تبع عالية جدا عالية يعني سرعات وانقضات وقوة وكل الكلام ده الجناح مش بس مهارات انك تعملها كده وتعملها كده عبدالقادر نهار ده عملها كده وتسبب في الجنب بتاع صافيو النهار ده كان هايل عبدالقادر في الكرة دي انما كمان لازم يبقى عندك اهتمام كبير بالشق الدفاع الجناح مش بس بليه دور هجوم لكن كمان ليه دور الدفاع لازم تهتمي به وتبقى جاهز طول الوقت انك تاخد الفرصة انا عايز اقول له مصطفى ساعد ميسي النهار ده كريم في وقات حديث الموسم حديث الموسم بعد اكتر من سنة من انتقاله لنادي الاقل شوفوا كريم فؤاد راح الاقل من امتى لسه السنة دي الناس بدأت تحس ان فيه لعيب قادم ممكن يبقى لعيب كبير في المستقبل اسمه كريم فؤاد بس هو عنده اصرار وبيتمرن وبيكتاد وبيلتزم وكل حاجة فده اللي عايز اقوله كولر ليه مصطفى ساعد ميسي